تعرف معنا كيف تتخلص نهائيا من الفئران والجردان في البيت هل بات صوت خطوات الفئران يؤرقك ليلا وينغس عليك نومك؟ من الوقاية إلى العلاج فيما يلي خير دليل للقضاء نهائيا على هذه القوارض المزعجة في البيت إذا كنت تود القضاء على الفئران في البيت بطريقة طبيعية ورحيمة بديلة للسموم أو الفخاخ التقليدية ضع بضع قطرات من مستخلص النعناع في الأماكن التي ترتادها الفئران عادة هذا لن يقتلهم بل سينفرهم منها ومن البيت ككل وأما إن كنت تريد أن تعرف كيف تتخلص من الفئران أو تقضي عليهم هناك ثلاث خطوات الخطوة الأولى سد المنافذ إن ملع دخول الفئران والجردان إلى المنزل أسهل من طردها منه بعد تسللها إليها قم بتحديد كل المنافذ التي قد تسلكها القوارض للولوج إلى الداخل وقم بسدها بمواد يصعب أو يستحرد عليها قدمها تتبع الفضلات أو آثار المخالب أو الأصوات التي قد تصدرها لتقف أثرها ومعرفة مكان تواجدها عموما تكون الشقوق الأرضية والجدارية وأنابيب الصرف المكشوفة أو المساحات الفاصلة بين الأبواب كل هذه الأماكن قد تشكل معبرا سهلا للقوارض الخطوة الثانية نظف البيت إن الفئران والجردان تعشق بقايا الطعام والقمامات الممتلئة قم بوضع ما تبقى من طعام في التلاجة أو في علب مغلقة وقم بتعقيم مطبخك كل ليلة باستعمال منظف قوي مثل الجاذال قم برمي القمامة خارج البيت في الأماكن المخصصة لجمعها ثم قم بتنظيف تلك المساحة لإزالة رائحة الأكل داوم على مظافة منزلك وترك كل المساحات مرتبة ونظيفة الخطوة الثالثة كيف تقضي على الفئران والجردان بواسطة السم أو الفخ إن لم تجد الخطوتان السابقتان نافعتان وجب التخلص من الفئران والجردان باستعمال السم أو بواسطة فخ معد خصيصا لهذا الغرض تعتبر الفخاخ الطريقة الأكثر نجاعة ونظافة وأمانة للقضاء على الفئران عندما يقع فيها الفأر يصبح من السهل جدا التخلص منه نهائيا عندما تنتهي من اختيار الفخ المناسب ضعه في المكان الذي ترتاده الفئران عادة قد تجرب عدة أنواع من الأطعمة قبل أن تجد الطعم المناسب لكن اعلم أن الفئران تحب المواد الغنية بالتربوهيدرات كالشوكولاتة والخبز والجوز والجبن القوي الرائحة أما إذا كنت تبحث عن طريقة طبيعية وناجحة لإستياد الفئران والتخلص منها فإن اقتناء قط يعتبر خير حل للقضاء على الفئران في منزلك بصفة جدرية رائحة قط وحدها تجعل الفئران تنفر من منزلك إلى الأبد أيضا السم يعتبر أكثر فعالية ونجاعة للقضاء على الجردان إذ تعد أحسن طريقة للتخلص منه نهائيا بعثر بعض الكريات المسمومة في الأماكن التي ترتادها الجردان عادة مع التأكد من أنها بعيدة عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة لا تتسرع إن لم تلمسها الجردان بسرعة فهي تحتاج بعضا من الوقت لتتأقلم مع ما هو جديد بالنسبة لها قد تنجح هذه الطريقة مع الفئران كذلك لكن بحكم صغر حجمها مقارنة بالجردان فإن تأثير السم عليها قد يكون أسرع وقد تموت في مكان يصعب الوصول إليه لرميها قبل أن تبدأ عفوا جثتها في التعفون ولذلك يستحسن استخدام الفخاخ للفئران والسم للجردان اشتركوا في القناة